كيس طيب احنا مرة فاتتكلمنا عن ايه هي انواع عمليات السمنة وقلنا النهاردة هنخصص الحلقة عن انواع عمليات وجراحات السمنة لحبني نبدأ كده ايه هي انواع عمليات السمنة مش ايه هي جراحات السمنة اه انت لما تيجي تتكلم على عمليات جراحات السمنة خلينا نقول ان احنا عندنا تلاتة برود ايتمز وحاجات كبيرة قوي يمكن واحدة منهم مش بتعمل كتير قوي هو فيه نوع عمليات تقييدي اللي هو انا بقل القدرة المريض على تناول الطعام يعني انا فكريتي يقول لها ان انا بدل ما كان بياكل ساي مسلا نص كيلو هياكل مية جرام النوع التاني اللي هو هياكل نص كيلو زي ما هو بس مش هيستفيد بيه اساسا يعني اللي هو بيعتمد على سوء الامتصاص وفيه نوع هاجين ما بين سوء الامتصاص والتقييدي وده بياكل كمية اقل من الاول وما بستفيدش بيها بالنسبة كاملة لو هنتكلم على النوع التقييدي فده فيه تلاتة عمليات كبار قوي يمكن اشهرهم على الاطلاق واكتر عمليات بتتعامل في العالم مش في مصر بس اللي هي تكميم المعدة وهنفرد لها الكلام باستفادة